ومكملين معكم بتحدي شهر لانقاص 10 كيلون شاء الله يا رب تكونوا عم تستفيدوا وعم تاخدوا نصاحي بعين الاعتبار اللي ما شاه في التحدي لسه روحوا على الفيديو الاول باليوم الاول وشوفوا وخليكن معي حكينا من قبل عن شي اسمه بناء العادات انا بنات عادات كتيرة برحلة انقاص وزني ومنها اني اول ما فيه من النوم اشرب كاستين واي ورا بعض ويكونوا دافين مثلا او حتى لو باردين عادي المهم انه لازم اول شي يدخل على معدتي هو المي وكمان من ضمن العادات اللي بنيتها هي مشروبات الديتوكس حكيت عنا بفيديوهات سابقة ورح ارجع احكي عنا للناس اللي ما شافت الفيديوهات هي اني انقع اي خضار او فاكهة وخاصة الخضار الورقية او شرائح الخضار الليمون قبل بيوم وتاني يوم اشرب المي تابعة هذا مشروب رائع منظف للجسم ديتوكس يزيل السموم الماء الزائد يعني فوائد رائعة حاولوا انه تبنوها العادة لانه كتير مفيدة وصحية فبهذا اليوم اقتراحي لالكن انه تاخدوا هذا المشروب بالصباح تكونوا مجهزينه من الليل انا هون نقعت شرائح النعناع مع شرائح الليمون وتاني يوم هيك شربتون طبعا فيكن تنقعوه كم ساعة مو ضروري الا ليلة كاملة كمان بيصير بعدين جينا لوجبة الفطور بصراحة هالوجبة كثيرة السعرات لانه انا ما رح اخد غير وجبتين اليوم وجبة الفطور ووجبة الغداء بالعموم انا من عشاق الشوفان يعني بحب كتير اني افطر شوفان بالحليب وبقطع عليهم شوية فواكه من المتوفر عندي بالبيت يعني صرت دور وابتكير طرائق اني اعمل فيها الشوفان بطرق كتير مختلفة لحتى ما ملوا حس بالروتين لانه مثل ما شفتوا انه انا اللايف ستايل تبعي هو اني امشي على نظام غزائي معتدل واحيانا لما بيشتهي شي باكله بس بكميات محدودة طبعا اليوم هو زبدية متوسطة بتجيبوها بتخطوا حليب جوز الهند رح يكون رائع جدا وطعمته كتير رهيبة اذا ما عندكن طبعا حطوا حليب عادي حتى فيكن تحطوا حليب البودرة رح ااخد ربع كوب من الشوفان ورح اضيف عليهم كم شي من العنب بس اختاروا العنب مو لمسكر يعني اختاروا العنب اللي فيه حموضة ما فيه باب يكون فيه نسبة سكريات عالية كمان جبت جوز الهند المبشور هيك متل رشة محترمة كمان معلقة من بذور الشية ومعلقتين من الزبادي ومعلقة عسل متوسطة واللي ما يعني مو حابب ياخد عسل او محليات كمان بيصير قلت لكم حليب جوز الهند رح يعطي نكهة رائعة اللي ما عنده خلاص فيه يستبدل بعد ما حطينا الحليب رح اقلبهم هيك امزجهم كتير منيح مع بعض طبعا هون انا ضفت نكهة الفانيليا هيك بتعطي كمان نكهة للموضوع كونه فيه جوز الهند على فكرة هذا الطبق يعني كأنه بديل لطبق حلويات يعني اذا عن جد مش تهين انه تاخدوا شي فيه حلو او حلويات هذا الطبق يعني رائع مشبع بطريقة رهيبة لنص اليوم بيخليكن ممتلئين وبنفس الوقت كتير فيه قيمة غزائية وطبعا هذا الطبق لازم ينحط من 3 ل 4 ساعات بالبراد قبل ما تاكلوا لانه الشوفان نحن حطينا ني فلازم ياخد وقته بالبراد لحتى يمتص الحليب ويمتصك من المكونات ويكون جاهز للأكل هاي الوجبة اسمها يعني بالاصل هي لازم تنحط ليلة كاملة بالبراد ولكن ممكن اصلا ما نتذكر اذا تذكرتوا خلاص اوكي بس اذا ما تذكرتوا عادي فيكن اول ما تفيقوا من النوم تعملوها تحطوها بالبراد على ما تشربوا القهوة تصحصحوا تشربوا ماي هيك كم ساعة بعدين بتكون جاهزة للأكل وهلأ جينا على الشغلات اللي انا بحب حطها فوق الشوفان بصراحة هاي الشغلات عنديها مهمة اكتر او يعني بستمتع فيها اكتر من الوجبة ذات نفسها حطيت شوي من الدارك تشوكليت بشرتون حطيت معلقة صغيرة من زبدة الفول السوداني وحطيت كمان هيك كرات من البطيخ الاحمر كمان حطيت حبة واحدة بس من عين الجمل وحطيت شوي من الفارماسيل اللي هو بينحطها مع الكيك يعني اعتبروا زبدية يلي بقيتكن لوحة فنية وانتو تفننوا بالزينة يلي من فوق بالشي يلي انتو بتحبوه طالما انو محسوب السعرات الحرارية ام او يعني مثلا حاطين ببالكن ما تاخدوا الا وجبتين فخلاص فيكن شوية تتحكموا بسعرات يعني اعلى بس تلغوا بعض الاشياء مثل تلكم المشروبات يلي فيها سعرات نلغيها السناكس نلغيها خلاص هي تكون هالوجبتين وبس طبعا هذا الطبق النهائي اللي رح افطر فيه والله يا جماعة مش بيع بطريقة اني ما قدرت خلصه وهي من عدى انو بيخليكن شبعانين يمكن خمس او ست ساعات ما بتفكروا اصلا بالاكل لانو الشوفون فيه كمية الياف هائلة بتعبي معدتكن لفترات طويلة جدا هلأ جينا عالوجبة التانية والاخيرة اللي هي وجبة الغداء طبعا لازم ضروري تاخدوا فيها كمية بروتين محترمة لانو وجبة الفطور متل ما شفتوا ما كان فيها بروتين كان فيها دهون وكان فيها نشويات سكريات كان فيها عناصر كتير بس البروتين ما كان متضمن بهديك الوجبة فالوجبة التانية لازم ناخد كمية بروتين منيحة انا جبت علبة تونة صفيتها منيحة من الزيت اللي فيها وجبت معا هيك شوية خضار طماطم الكرزية وجبت ارن فليفلة حمرة حادة هلأ الفلفلة الحاد على فكرة فيه افادة للجسم مفيدة كتير بس ما نكتر منه لانو بيئزي المعدة بس هو بصراحة بيعلي شوية نسبة الحرق وفيه يعني فائدة عظيمة للجسم واقرأوا عن هذا الموضوع الناس اللي بتحب الحامي بس ما تكتروا منه طبعا لان له مضاعفات كتير على المعدة واشياء تانية كمان اخدت حبتين الخيار هيك يعني شوية فواكي واخدت شوية بس يعني هيك نصف كوب من المكرون المسلوقة ما ضفت عليها ولا اي شي فقط حطيت عليها شوية ملح وهيك رشيت عليها شوية من الكاتشب يعني هيك مثل صلصة اللي ما بده طبعا فيه يستغني عن الصلصة هي كانت الوجبة التانية مثل ما عم تشوفوا يعني حاولنا قد ما فينا نقلل الكمية ونكتر البروتين لحتى هيك يتوازن يومنا وعلى هيك خلاص هي رح تكون افلت اليوم ما رح اناكل شي بعدها تشربوا مي كتير عصائر ممنوع اذا بدكن فيكن تشربوا كاسة شاي اخضر من غير سكر ولا اي محليات حتى الستيفيا رجاءا ما تاخدوا لانه اخدنا كمية سكريات على الفطور فبتمنى انه تلتزموا بهي التعليمات دائما الكميات تلعب دور يعني اخدنا كمية كبيرة على الفطور خلاص باقي اليوم نحنا نحاول انه نعدل تمام اخدنا يعني الماكرونة هون شوية ما كترنا بالعادة انا باخد ست او سبع ملاعق بس هلأ ما فيهم حتى ثلاث ملاعق يعني متوسطين وطبعا متل ما تعودتوا السعرات الحرارية رح تلاقوها كلها مكتوبة قدامكم بكل الوجبات اللي رح اعرضها على طول هالشهر ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا وبتمنى انه تلتزموا معي شكرا لاستماعكم والسلام عليكم